اشتركوا في القناة لكن واحد من افخم الممتلكات دي هو فندق ترامب الدولي الموجود على ساحل الجنوب الغربي لايرلندا والفندق بيحتوي على صباح وغرف الطعام فخمة جدا وملعب جلف للمحترفين والفندق بيقدم اربع اجنيحة نوم فيهم غرف معيشة وغرف طعام افخم من الموجودين في البيت الابيض اشترى دونالد ترامب اصر كلوجي الموجود في ولاية فرجينيا لما قرر اصحاب الاصر الاصليين انهم يعرضوه للبيعة وخلص المزاد على 100 مليون دولار واول ما اشتره ترامب حوله على طول لمصنع خمور واللي بقى بيخدم به باقي ممتلكاته اللي موجودة في باقي انحاء العالم والمبنى بيوفر مساحة معيشة قدرها 2150 متر مربع وبيحتوي على 45 غرفة وصالة عرض افلام والمبنى موجود على ارض مساحتها 8 كيلو متر مربع والارض الخاصة بيديه موجود فيها حقل عنب واستبل كمان للخيول سنة 1996 اشترى دونالد ترامب مبنى السبع يا نبيع واللي موجود في بيتفورد بولاية نيويورك والهدف كان انه يبني حواليه ملعب جولف ويحولوا النادي لكن سرعان مبدل الخطة دي وقرر انه يحتفظ بالمبنى ده لنفسه كبيت خاص للاجازات والمبنى بيوفر مساحة معيشة قدرها 4650 متر مربع وبيحتوي على 3 حمامات سباحة وقاعد بولينج بالاضافة كمان لستين غرفة منهم 15 غرفة نوم يعني اكتر من البيت الابيض باربع غرف نوم ظهر دونالد ترامب جوه اصر مارا لاجوه في الصورة اللي رفحها على تويتر لما كان بيكتب خطاب التنصيب بتاعه الا ان الكاميرات ما ظهرتش قد ايه الاصر ده خرافي والمبنى العملاق ده بيوفر مساحة معيشة قدرها 10200 متر مربع وتعتبر مساحته ضيع في مساحة البيت الابيض بالاضافة كمان لانه بيوفر غرف نوم 5 اضعاف الغرف الموجودة في البيت الابيض وفي حالة حدوث هجوم مسلح على الاصر الاصر بيحتوي على 3 ملاجئ محصنة ضد القنابل وحول ترامب المبنى ده لنادي خاص واللي اشتراكه بيوصل لمتين الف دولار للفرد الرئيس الامريكي دونالد ترامب مش بس بيستمتع بملعب الجولف الخاص بيه لما بيروح الفندق بتاع ترامب ترنبوري ده كمان بيسكن في منارة على الشاطئ والفندق بيتواجد على خور كلايد الموجود في اسكوتلندا ومبنى المنارة الاثري ده كان جزء من الترميم والتجديد اللي قام بيها ترامب على مبنى ترنبوري واللي تكلف 300 مليون دولار وخلال التجديدات دي زود ترامب مئات النجف بالاضافة لبعض الفنشات الدهبية والرخام الإطاري للحمامات لو ترامب حب انه يقعد في العاصمة واشنطن بس من غير ما يقعد في البيت الابيض هيبقى عنده الاختيار بانه يقعد في واحد من احدث ممتلكاته في واشنطن وهو فندق ترامب الدولي والمبنى الاثري ده كان مبنى مكتب البريد في القرن التسعتاشر وموجود بين البيت الابيض ومبنى الكابتول الامريكي والفندق بيحتوي على 35 جناح الا ان الجناح الرئيسي في الفندق بيوفر مساحة معيشة قدرها 585 متر مربع ويعتبر بكده اكبر جناح في واشنطن كلها والجناح بيحتوي على غرفة طعام لعشرين فرد وغرفة معيشة فارهة بالاضافة كمال لصالة رياضية خاصة في حاجة واحدة البيت الابيض مستحيل يوفرها للرئيس وهي المشهد الخلاب للمحيط لشاتو دي بالميه هو اصر على الشاطئ اجارو دونالد ترومب وموجود على الجزيرة الفرنسية سانت مورتين وقرر انه يشتريه لنفسه بعد اول زيارة والاصر بيضم ملعب تنس وصالة رياضية ومساحة خضرة كبيرة للجولف بالاضافة كمان لكبير خدم لكن بعيدا عن اي حاجة يقدر الاصر ده انه يقدمها اللي يخليه فعلا متميز عن البيت الابيض هو مشهد المحيط الطيارة 757 الخاصة بدونالد ترومب هي كمان موجودة في الليستة وتعتبر الطيارة دي منزل طائر كل اكسسواراته من الدهب الخالص وسعر الطيارة دي بيقدر بمئة مليون دولار وانفق عليها ترومب بكل سخاء والكبيرة الخاصة بيه على الطيارة مرصعة بالدهب والرخام في كل حتة بجانب كمان انها تعتبر واحدة من اسرع الطيارات اللي موجودة في العالم والفضل بيرجع للموتور رولز رويس التوربو اللي متركب فيها واللي بيسمح لها بالطيران لمدة 16 ساعة متصل بسرعة تتجاوز 800 كيلو متر في الساعة نادي ترامب الوطني الجولف الموجود بولاية نيوجيرسي يعتبر واحد من قرب الممتلكات لقلب ترامب لدرجة انه كان مستضيف فيه الفريق الانتقالي بتاعه قبل ما يبقى رئيس وبيقضي كمان اغلب اوقاته هناك في ملعب الجولف بالاضافة كمان لان فرح بنته ايفانكا كان معمول فيه والنادي بيبعد عن مدينة نيويورك 45 دقيقة تقريبا واشتراك النادي ده 300 ألف دولار للفرد أفخم ممتلكات دونالد ترامب على الإطلاق هو شقةه الثلاث أدوار الموجودة في أعلى برج ترامب بمدينة نيويورك وبسبب كسرة الرخام الإيطالي والذهب المستعدم في التصميم لما تشوفه هتحسه انه هو معرض اكتر ما هو شقة وتعتبر الشقة دي هي الساكن الرئيسي الخاص بترامب والتصميم بتاعها مختبس من تصميم قصر فرساي والباب الرئيسي بتاعها معمول من الدهب والألماز والشقة بتطل على واحدة من أفضل المناظر الموجودة في منهاتن والشقة دي بتساوي أكتر من البيت الأبيض بعشرة مليون دولار لو الفيديو عجبكم اعملولنا لايك ولو عايزين تشوفوا فيديوهات أكتر لينا دوسوا على أي فيديو من الاتنين اللي قدامكم دول ولو عايزين توصلكم فيديوهاتنا أول بأول ما تنسوش تعملوا سابسكرايب قبل ما تخرجهم واشوفكم الحلقة الجايهة ترجمة نانسي قنقر